شواحن الهواتف النقالة كما لم تعرفها من قبل الجزء الثاني عند قيامك بشراء شاحن لهاتفك الذكي كيف لك أن تحدد أنه آمن وذو نوعية عالية؟ بشكل عام لا يمكنك أن تميز بشكل سهل فيما إذا كان الشاحن ذا منشأ أصلي أو أنه شاحن خطر يصدر ضجيجا كهربائيا عاليا ربما يؤذي شاشة هاتفك الذكي مقال اليومي يتضمن قياس أداء عدة أنواع مختلفة من الشواحن وتقييم أدائها ضمن عدة تصنيفات وفئات تابعونا تحدثنا في الجزء الأول من سلسلة موائمات التيار المتناوب عن بنية الشاحن وآلية عمله سنكمل في مقال اليوم الحديث عن الشواحن وسنبين من خلال المقارنة بين 12 نوعا ما هي الشواحن الجيدة وما هي الشواحن السيئة الصورة الأولى تبين الشواحن الـ 12 التي تم إجراء التحليل لها أنواع الشواحن بدءا من الزاوية العليا اليسرى أولا شاحن أبل المكعب ثانيا شاحن سامسونج الرفيع ثالثا شاحن سامسونج المكعب رابعا محول شركة أبل الأكبر من شاحني هاتف أبل المحمول التقليدي والذي يوفر قدرة مضاعفة خامسا شاحن HP Touchpad ذو الشكل الاستواني سادسا شاحن أبل المزيف والمطابق لشكل شاحني أبل الأصلي ولكن الفرق في أن سعره لا يتجاوز بضعة دولارات سابعا شاحن هاتف آيفون ذو السعر المتدني الزاوية السفلية من اليسار ثامنا شاحن آيفون ذو السعر المتدني والخاص بالعمل في المملكة المتحدة بنسخته المزيفة تاسعا شاحن آيباد المزيف والشبيه جدا بالشاحن الأصلي عاشرا شاحن بيلكن ذو الشكل البيضوي أحد عشر وحدة التغذية KMS التي توفر عدة منافذ عمل USB اثنى عشر شاحن هاتفي موتورولا التقييم تم تصنيف الشواحن ضمن مجال طاقة يتضمن خمسة نقاط من واحد إلى خمسة حيث يعبر الرقم خمسة عن أفضل نوعية طاقية يعبر التصنيف عن معدل التقييمات لتسع فئات من الشواحن المختلفة وذلك بناء على ما يلي كفاءة القياس، الاستقرار والنوعية، قدرة الخرج، ويدل التصنيف أيضا على أن مصنعي أجهزة الهواتف المحمولة العالميين يوفرون شواحن جيدة جدا أما الشواحن المقلدة فهي سيئة لحد كبير، وأدنىها قدرة تلك التي تكون ذات سعر متدنن شاحن HB الذي توقف بيعه حصل على أفضل درجة تقييم شاحن آيفون المزيف الذي يباع بسعر دولارين أي 700 ليرة سورية هو الأسوأ الفروق والتقييم والمقارنة بين الشواحن الاثنى عشر موجودة في جدول ضمن المقال، يمكنكم الاطلاع عليه سنتكلم في المقال القادم من هذه السلسلة عن تركيب الشاحن وسنتحدث عن الفروقات الإيجابيات والسلبيات بين أنواع الشواحن الاثنى عشر تابعونا